القرآن العظيم الواردة في القرآن الكريم على أنها تعني أنك إذا قرأت هذا القرآن وطبقت ما فيه يحدث الشفاء يعني مثلا إنسان يعاني من أمراض منقولة جنسيا بسبب أنه يزني ما سبب هذه الأمراض سببها أنه لم يلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى الذي قال ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فأنت عندما خالفت هذا الأمر الإلهي هذه الآية القرآنية ركبتك الأمراض وكذلك بقيت التعاليم الواردة في القرآن فهناك أناس تأتيهم بعض الوساوس طيب ماذا يفعل؟ لا يفعل شيء يجب موجود بالقرآن أيها الأحبة الله تبارك وتعالى يقول وإما ينزغنك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ بمعنى الوسوسة بمعنى تأتيك أفكار أحياناً قد تكون أفكار الحادية قد تكون أفكار فيها كفر فيها شرك بالله وهو العلاج فاستعذ بالله إنه سميع عليم دائماً ينبغي أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق هذا المنهج في حياته كلما قرأ القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة في العبادات في أي تلاوة للقرآن يستعيذ بالله عندما يدخل إلى الخلاء أو دورة المياه ليقضي حاجته يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هي استعاذة بالله تعالى من الخبث وهم الشياطين والخبائث هي أنثى الشيطان إذن النبي كان يطبق هذا المنهج في حياته فنحن عندما ابتعدنا عن منهج القرآن ركبتنا هذه الهموم والمشاكل والوساوس إذن هنا تأتيك المرحلة الثانية بعد الاستعاذ بالله إذن الاستعاذ بالله هي العلاج رقم واحد للوساوس إذا كان لديك وساوس معينة دائما قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكرر ذلك إن الذين اتقوا إذن هنا شرط التقوى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان أحيانا الإنسان يأتيه طائف يشككه بوجود الله يأتيه طائف يشككه بحديث نبوي مثلا يستمع إلى شريط فيديو أو مقطع فيديو لبعض من يسمي نفسه مفكر إسلامي أو غير ذلك يطعن في حديث صحيح في مثلا البخاري المسلم فيحدث لدى هذا الإنسان شك أو وسوسة معينة أو طائف من الشيطان ما هو العلاج؟ مباشرة يتذكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبسرون ماذا يتذكرون أيها الأحبة؟ يتذكر أن الله تبارك وتعالى موجود أن الله هو الذي يحكم الكون أن الله هو القادر على إزالة هذه الوساوس والهموم والمشاكل يتذكر أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى يتذكر أن علماءنا رحمهم الله على مدى ألف وأربعمائة سنة مثلا درسوا هذه الأحاديث وفسروها يذهب ويتأمل تفاسير هذه الأحاديث لكي تزول الشبه عنه فأنا من غير المنطقي عندما يأتي شخص يشكك مثلا بقضية يعني مثلا عذاب القبر يقول لك غير موجود طيب بناء على ماذا شككت لا يوجد لديه قاعدة هو يشكك فقط فأنا لدي آيات تقول إن الإنسان يعذب لحظة الموت لدي أحاديث صحيحة طيب ماذا سأستفيد إذا شككت يعني ما هو البديل لا يوجد عذاب قبر طيب ما هو البديل لا شيء يعني هل الله تعالى عندما يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون الله تعالى الذي يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون هذا الكلام ماذا يعني أيها الأحبة يعني أن الإنسان الذي يموت في سبيل الله مكرم يرزق عند الله ينعم بينما الكافر الله تبارك وتعالى يقول عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في القبر ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب يعني هذه آيات واضحة يأتي من يشككك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما هو البديل لا يخبرك طيب ما الذي سيحدث بعد الموت لا شيء طيب هل يعني عبثا عالم البرزخ إذن أيها الأحبة العلاج أن تتذكر ترجع للعلماء ترجع للعلماء الراسخين في العلم القرآن العظيم أيها الأحبة من يريد أن يفسره خطأ ويفهمه خطأ سيجد فيه حسب قناعته تناقضات وأخطاء علمية وتناقضات أيضا يعني مثلا فإن الله يضل من يشاء يقول لك هذا خطأ كيف أن الله يضل من يشاء هل الله خلق البشر ليضلهم ولكن هنا عندما ندرس آيات القرآن نجد أن مشيئة الله ليست عشوائية ليست كمشيئتنا نحن البشر مشيئة الله مشيئة منظمة ولها قوانين ألزم الله بها نفسه عز وجل فعندما يقول لك يضل من يشاء هناك آية أخرى قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم من الذي يضله هو الذي ليس فيه خير إذن العلاج المنطقي فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذ بالله التوكل على الله أن تسلم أمرك لله التسليم الكامل أيها الأحبة الراسخون في العلم ماذا يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات